قال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيا قتل بالرصاص أثناء تنفيذه هجوم دهس بسيارة أسفر عن إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة وأضاف الجيش أن جنديا أصيب بجروح بسيطة ومنية اثنان آخران بإصابات طفيفة عندما صدمان فلسطيني بسيارته على طريق بالضفة الغربية شمالي مدينة الخليل قبل أن يطلق جندي آخر الرصاص على المهاجم ويقتله ونفذ فلسطينيون كثير منهم لا توجد صلاة معروفة بينهم وبين جماعات النشطاء نفذوا سلسلة من هجمات الدهس بالسيارات في الضفة الغربية في أواخر عام 2015 وفي 2016 لكن معدل هذه الحوادث تراجع منذ ذلك الحين ولم تعلن أي جهة المسؤوليتها عن حادث اليوم لكنه نال إشادة حركة حماس التي وصفته بأنه رد على جرائم الاحتلال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر